جربا سكوب أخر أخبار جزيرة جربا تسلوك أينما كنت جربا سكوب أخرى أن أعرف الأحب أخبار جربا أخبار أخبار جربا هناكثيرا أخبار البحث أخبار جربا أخبار الجربا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم بمساندة من الأخوة الأساتذة المحامون وأن هذه النتيجة التي توصلنا إليها هي ثمرت إيمان بقضية قضية شعب وليست قضية عشر أشخاص أو ثلاث أشخاص لأن ملابسات القضية اتهم فيها ابناءنا في اليوم الثاني للثورة وقت ما كانت البلاد مسيبة كل مؤسساتها منحلة الأمن غير موجود وحكم أبناؤنا من أجل هذه القضية فرأينا وأنها فعلا قضية كيدية وأردنا أن تصبح هذه القضية فعلا قضية رأي عام بامتياز وفعلا وصلت إلى أعلى مستوياتها نشكر كل مجهودات أبناء الجهة الذين سندون في تحركاتنا الداخلية المحلية من وقفات احتجاجية ثم إضراب عام الذي سانتنا فيه كافة أبناء الجهة بنجاحهم من 100% نشكر كل النساء اللواتي نرونهم اليوم هنا معنا وما بارحونا منذ أن انطلقنا في تحركنا نشكر كل الأساتذة الذين تطوعوا إيمانا منهم بأن هذه القضية هي قضية شعب وليست قضية أشخاص أنا منحبش الرجع على الإسانتشون صغيرة هذه مع رجع كلابي وأنا منحقنا مش نفتخروا نحبي نشكر خاصة من سواتي معانا 19 في كل محاكمة وهم وقفي قدر المحكمة مشينا في البند مشينا في السخارة سابعة ونصف فس رده هما يستنوا في الكار نشكر كل الوليدات اللي علمونا بكل فران ولعلمونا بكلمة طيبة نمع النشمذية السادة المحامين أدرى بالإجراءات التعالقادية والمور إجرائية ينقم بعد أستاذ مهدي ولا واحد من سادة يعطي فاسركم وشكر خاص لكل أصدقاء المدونين والصحافة والإذاعات وخاصة الوسائل الإعلام بتاعنا المحلية لأنبتك إنها رائعة بانتياز شكر سعادة الرابعة اللي سفان الشير للشير الجير باسبوك مش عادة الشكر مش عادة العكام في الشكر لأن القضية كان يرى ينظر لها العديد وكنا نستشعر ذلك حتى في أرواقة القضاء الضيق كان يراد بها ربما منح آخر خلافا لما رآها الدفاع وكنا خاصة في بداية تشجيل الاحترام كان هناك تململ منسناه ولمسته شخصيا أن الصراع كان بين تحركات ابناء الجيها وبين من يرى أن هذه القضية طالما أنها تعلقت برجل أمن لابد للمؤسسة الأمنية أن يكون لها نصيب في هذه القضية ويصور الشخص المعتد عليه ولو أنه هو يبقى في نهاية المطاف من المنظومة القديمة كان يصور أنه في شكل الضحية نحن كلسان دفاع كانت خشيتنا شديدة خاصة عندما تكاثر الطلبات الشكلية من هيئة الدفاع لتفكيك مختلف أطوار هذه القضية والاتبيان للرأي العام أنها مثل هذه القضايا تحاكل في أروقة مظلمة وبالفعل لأن عندما أنت الطالع حتى للإنسان العادي عندما ينظر المحضر البحث الذي تناوله الدفاع ينظر ما كان بالفعل أن هذه القضية فبركت وللأسف الشديد نظرت فيها هيئة قضائية وأصدرت حكم غيابي وما تمنيت أنا شخصيا أن تصدرها هذه الهيئة وفيها من فيها من القضاة المحسوبين على الجمعية جمعية القضاء التونسي التي كانت من مطالب الثورة لأن الثورة عندما انطلقت إضافة إلى الشعارات الكبرى كانت تنادي باستقلالية القضاء لكن التاريخ يذكر أشخاص ويطمئ أشخاص وهو ما كان فعلا لأن حتى حكم غيابي بتلك الصفة أمام ملف خلا من أبسط حقوق الدفاع خلا من أبسط الإجراءات الأساسية خلا من مما تطلبه ملف جنائي لأن الملف الجنائي هو ملف قضائي بامتياز يتطلب ما يتطلب من الأبحان ويتطلب ما يتطلب من الاستقراءات لكن للأسف الشديد صدر حكم صدم الجهة ككل لكن حرك في الجهة ضقايا النفس الثوري وانطلقت الجهة في المطالبة بحق أبنائها معناه أنا باش نشكر الناس كل وكرابتي تعلمنا أنه ما نتكلموش برشا تعلمنا أنه ما نتكلموش برشا أما نفعله والأصدقاء وعديد الأصدقاء في الجيم اللي عرفتهم كسوة لبطن وبلش جد يعرفوا كيفاش بدينا بداية التحرك وكان بسمت وكيفاش حاولت الرابطة أنها تقرب ما بين جميع الطيارات السياسية والمنظمات الموجودة الأهلية في ساحة الجيم وانا قلت نتذكر في النهار لو ألبي الكل مش نابل بطاح قلت من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين خائن سيكون خائن وسنحاسبه في جربة إن لم يقف مع شباب أجيل لأن القضية عادة واضحة وضوح الشمس واللي حاول بيش يتبع عليها واللي حاول بيش يوظفها سياسيا أراه معاله سيكون القبر معنا أمورنا واضحة في الناحية هذه وهذا كان لاش الدافع من داعنا كان أنه أخسرنا ونقولها بصدق معركة الشغل بعد ثورة 14 جانف أنا قررت عدم الكلام بعد 14 جانف أخسرنا معركة المارجينيليزيازيون التهميش أخسرنا الهجرة السرية مواصلة جميع أهداف الثورة براتيكمو خسرناها ما حققنا منها حتى شيء بقى لنا أمل وحي منقوله بصدق والله بصدق بقى عملنا في القضاء بجميع أجنحة محامين وقضاء على قل كي نمشو للمحكمة نحسوا روحنا مش كي مقبل وقفنا كده من المحاكم نحسوا روحنا كي ممشينا لمرة الأخرانية والله مردحي بصدق مردحي نوعا ما تمه نوعا من الراحة النفسية ولدان وخياني أصدقائي جميع الطيارات السياسية جميع المنظمات وقوف إلى ومواصلة الندار من أجل أنه السلك هذا ياخد استقلاليته التامة وخاصة استقلاليته على السلطة التنفيذية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا